يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهِ اتَّكُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّكُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ لازلنا أيها الكرام مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستمع إلى آية نحاول أن ترق لها قلوبنا أن تخشع لها أفئدتنا أن نتأثر وأن نفهمها ثم نتبه أحسنها نطبقها نعمل بها لتكون شهيدة لنا لا علينا ولا زلنا مع هذه السلسلة برنامجنا فيتبعون أحسنه ومع هذا الأمر إلهي بعد التسكية الربانية يا أيها الذين آمنوا ربنا بيزكيك الأول بيكرمك بيمدح فيك الأول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ كثيراً ما نسمعه هذه الآية صح؟ كثيراً ما نسمعه من الأمة من القراء من المساجد في الإزاعات آية محببة بس أين من يعمل؟ أين من يعمل؟ ربنا بيقول وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ نَفْسُكِ اللي انت حتتسأل عليه وقدم ربنا اقعد معها الآن وحاسبها حلّفات قبل ما تتحاسب عند ربنا ولتنظر نفسه ما قدمت لغد يبقى قبل ما ييجي غد انظر الآن قبل ما تتحاسب غد حاسب الآن قبل ما تسأل غدا اسأل نفسك الآن غدا امتى يوم القيامة وما أنت تتسأل قدام ربنا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ انظر لنفسك وحاسب نفسك كلمة قالها عمر بن خطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا دي معنى الآية حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر على الله وتهيأوا وتهيأوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية ثم قال عمر اسمع بأديا فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا هي دي معنى الآية أن تحاسب نفسك الآن وسيدنا عمر طبق اللي قاله طبق الآية كان يرجع كل يوم بالليل وده الوجب العمل اللي تعمله بقى كل يوم بالليل تقعد مع نفسك افتكر عملت ايه في اليوم انت في الوظيفة عملت ايه واحد جي زعقتله طب ده هتجيه وتسمحه هاي سمحك ازاي فلان ضيقت عليه وقلت له فوت علينا بكرة هاتلي ختمة من شمال سيناء وهاتلي قمضة من مش عارف أسوان ودوقته طب ليه مع انك ممكن تعملها قلت له فوت علينا بكرة يا سيد مع ان الورق قدامك والختمة معاك وتقول له صاحب الختمة حاسب نفسك طب لما تقف قدامه يا ربنا هتعمل ايه لو سألك الله انت تجهز للسؤال بين يدي الله اجابة والله يا اخواني من اكثر الكلمات التي توقفني مع نفسي وتردني الى ربي ويعني تصدمني حتى اقف صالحا امام الله احنا نعفو دمر بنا اخوانا فانتساءل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة ما منكم من احد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان كما في الصيحين فانظر عبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم عملك وانظر عبد اشأ منه فلا يرى الا ما قدم عملك وانظر عبد بين يديه فلا يرى ان النار فاتقوا النار ولو بشق تمره فقبل ان تندم ولو ترى ولو ترى اذ وقفوا على ربهم هنقف قدام ربنا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم والآية تانية ولو ترى اذ وقفوا على النار هتقف قدام النار هتقف قدام ربنا ويسألك عن كل شيء فجهز لهذه السؤال ايجابة تخيل يلي عندك ستين سنة لو انت بتعمل زن بكل يوم واحد من السلف عمل الكلام ده بحسب نفسه بيطبق الآية ولتنظر نفسه ما قدمت لغاية هتسأل فبيحسب نفسه احد مع نفسه كده حسب ايام عمره ضرب ستين سنة في تلتمائة وستين يوم طرع اكتر من واحد وعشرين الف يوم فبكى حزينا وقال األقى الله جل وعلا يوم القيامة بواحد وعشرين الف ثم اأقف بين ادئي الله جل وعلا ليحاسبني عن واحد وعشرين الف ثم يسألني عن كل ذم بما اجيبه هذا اذا كان في اليوم ذنب واحد فما بالنا ولا نستطيع ان نعد ذنوب يوم واحد لا نستطيع كم نظر شفتها وكم كلمة قلتها غلط وكم سرحان في الصلاة وقعته وكم تطنيش لولديك وكم ايزاء لجارك وكم تقصر في حق اولادك وكم كلمة سيئة قلتها لزوجتك وكم وكم كل ده يسأل عنده هتعمل ايه هتعمل ايه حاسب نفسك وقف مع نفسك وقفة مصارحة حاسب نفسك يوميا كل يوم اعد وعدي شريطك قبل ما الشريط يتعرض يوم الايامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ممكن القيامة السماء تقشد تزال وتتحول الى شاشة عرض الكل شوف كتابك اللي في جنوبك هيتعرض مفتوح قدام الناس فضيحة يوم ما تبه للسرائر يوم ما تبه للسرائر قعد مع نفسك حاسب نفسك قعد مع نفسك تعمل جدو المحاسبة مفترض كل اسبوع تزور مكبرات تتصل رحمك تتصدق بصدقة اه ان مفروض كل سنة يبقى انا عندي مثلا عمرة او عندي طاعة معينة ام مفروض انا في العمرة اكون عملت كذا انا عملت ايه في الطاعة انا قربت ايه انا عملت ايه الدين انا عملت ايه الدنيا يقول ميمون بن مهران لا يكون الانسان تقيا حقا حتى يكون محاسبا لنفسه كاشد ما يحاسب الشريك وشريك مش بتعمل شركة انت وصحبك وفي اخر السنة بتعمل جرد شوف الدخل والخرج تعمل نفسك جرد جرد حساب وشوف الدخل من الحسنات ادي ايه والخرج من السيئات ادي ايه عشان لما تقف قدام ربنا او تقف قدام الميزان ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردان اتينا بها وكفى بنا حاسبين لما تحاسب امام الله حاسب نفسك الان اية المحاسبة هي اخر اية انزل الله في القرآن قول الله في جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فحاسب نفسك وشدد الحساب على نفسك لعله يخف عنك يوم القيامة هذا هو العمل بعد هذه الاية اسأل الله تعالى ان يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وصلى الله وسلم ومباركة نبي محمد الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة